غزوة بني لحيان في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني لحيان فشن عليهم هجوما فتفرقوا في كل مكان سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه لبني أسد ففروا منه وتفرقوا سرية محمد بن مسلم رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة محمد بن مسلم رضي الله عنه لبني ثعلبة من غطفان وذلك في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة وحدث بينهم قتال سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وذلك في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة إلى ذي القصة فأغار عليهم وغنم منهم سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في سرية إلى بني سليم وغنم منهم ورجع سالما بمن معه وذلك في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة وفي جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادته رضي الله عنه والهدف اعتراض قافلة لقريش فأدركوها وأخذوا كل ما فيها وأسروا كل من فيها وكان من بين الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما زال مشركا أجارت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع الذي ما زال مشركا فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأسرى وأردوا عليه ماله رجع أبو العاص ابن الربيع إلى مكة وأرجع لأهل مكة أموالهم التي كانت في القافلة ثم أسلم وهاجر إلى المدينة رضي الله عنه